معي من الكويت دكتور فهد شليمي العقيدة ركن المتقاعد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام مساء الخير أهلا بك معنا دكتور فهد إذن مقابل هذا الاجتماع بين الجبير وبندغر وكل ما صدر عنه يكفي العنوان بأن إيران مصدر الإرهاب في المنطقة مقابل هذا طبعا بواشنطن على جدوى الأعمال طبعا ولي العهد مع ترامب موضوع إيران إيران أين من كل هذا متى ستتعامل مع الموضوع سيأتي الوقت لتقلق وتعدل سياسته بسم الله الرحمن الرحيم مختميسوني يمكن أنت أكثر إعلامية تعاملتي مع هذا الشأن من سنوات أنا معكم نحن نتحدث عن التدخلات الإيرانية وبالضبط وتم نقل الموضوع إلى جهات عديدة مجلس التعاون يقول إيران تتدخل الجامعة العربية تشعر بالقلق وبالتدخلات إيران في الشؤون العربية المنظمات الإسلامية تتحدث عن ذلك الأمم المتحدة تتحدث عن ذلك لذلك نجد حتى الأوروبيين يعلمون هذا لكن الأوروبيين والأمريكيين يستقلون هذه الخلافات لمصلحتهم السياسية والاقتصادية ومصلحة التأثير التي يمارسونها على الدول الآن هناك شخص جديد الآن في المنطقة ما ظهر من العنق السياسي أو من الرحم السياسي وهو الرئيس ترامب وأيضا فيه قيادة جديدة في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات تفضلي صحيح يعني ذكرت نقطة هذا بدي اترق له عهد جديد طبعا نتحدث عن استراتيجية منذ سنوات عديدة بين السعودية وبين أمريكا بمكافعة الإرهاب ولكن معطيات جديدة تصعيد جديد عدم توقف عدم صياع من إيران وبالمقابل عهد جديد إن كان المملكة العربية السعودية أو بولايات المتحدة كما قلت حضرتك يتوقع كثيرون تغييرا جذريا على الأرض فيما يتعلق بملف إيران غير ملفات عديدة عجد والأعمال اليوم ماذا نتوقع لا أعتقد أنه فيه تغيير كبير حقيقة هيكون في السياسة الأمريكية حتى وإن صرحوا السياسة الأمريكان حتى لو على مستوى الرئاسة لسبب بسيط لأنه فيه لاعبين الأوروبيين ضغطين لهم مصالح مع الإيرانيين وبالتالي عجلت القرار السياسي الدولي إذا كان هناك أي قرار تلاقيين في ناس تعرقل هذا القرار خصوصا لما يكون في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي الروس الصينيين الأوروبيين ومصالحهم شوفوا متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي موغيريني يعني هي أساسها موجودة ويدافعون عن هذا الاتفاق لأن لهم دولهم لهم مصالح لكن خلينا نشوف رأي رد الفعل الإيراني خلال الشهرين اللي فاته صمت مطبخ إطلاقا ما فيه عنتريات ما فيه تهديدات لكي لا يتم تثبيت الوقاية عليها ولا فيه تطلنا أيضا عدم تدخل واضح بشكل واضح اختلفت اللهجة أيوة نفس التكتيك اللي هما يستخدمون لما يصير هناك تعزيم يتراجع خطوة وتنفرج ويهدي الأمور وإذا صارت هناك فرصة للتقدم اندفع خطوتين لذلك أنا أعتقد حتى المسلك أننا يجب أن نحرك حتى الشأن الإيراني الداخلي المعارضين الشهود ضد السياسة الإيرانية نجاد صرح تصريح خطير قال أن مرشد الثورة لديه ويملك 190 مليار دولار بينما بلد مثل إيران يعاني من الفقر والجوع والبطالة والناس تظاهرت ضد النظام وتم إطلاق الرصاص عليها هذه أمور يجب أن نبرزها حتى في مفاوضات سياسية للمعارضين الإيرانيين في الدخول مع الأوروبيين في مفاوضات لإغناعه أن إيران تهدد منطقة مجلسة وخليجيهم صالحنا نعم نعم يعني هذه الأمور واضحة أيضا تثبيت وجود أسلحة وتهريب هو مخالفة لقرارات مجلس الأمن أين مجلس الأمن؟ مجلس الأمن سيطلعون لك الروس والصينيين ويحاول أن يطلع في بيان رئاسي تفضلي كيف سيتم التعامل مع الموضوع من جديد دكتور فهد ما الذي يمكن أن يؤخذ كقرار ويعمل على أساسه؟ يعني إذا ما تحدثت عن أوروبا ستقف بموضوع الملف النووي أمام الولايات المتحدة إذا أراد التغيير ولكن على الأقل في موضوع زعزعة الاستقرار في المنطقة بموضوع الحوثيين كيف سيتم التعامل مع الموضوع؟ في محللين معنا بتحدثوا بأنه لن يكون هناك أي شيء عسكري طبعا ولكن سيتوقف دعم الحوثيين كيف؟ نعم أنا أعتقد أننا نتحدث عن شقين الاتفاق النووي جز مننا البلاستيك ميسلز الصواريخ العابرة الصواريخ البلاستية بالتالي رح يصير هناك قيود وهذه هي الكاتش اللي رح يستخدمونها ضد إيران برنامج بالصواريخ مخالف وبالتالي علينا أن ندقق في هذا البرنامج ورح يبنون حجتهم السياسية على سقوط صواريخ على الرياض وتهديد لدولة الإمارات وتهديد لمملكة البحرين النقطة الثانية الدعم الحوثي أنا أعتقد الكل متفق أنه يجب إنهاء هذا التمرد الحوثي والكل يتحدث عن حل سياسي لكن الحل العسكري هو أحد الحلول السياسية اللي موجودة بالتالي هو مزيج من تجفيف ومنع إيران من تزويد الحوثي وضغط عسكري ما أعطى فرصة للحوار السياسي قد يكون هذا المثلث هو المثلث اللي نبحث عنه في جلوس الحوثي واستسلامه بكل صراحة لأنه ما عنده أوراق يناور فيها هو عنده صواريخ يطلقها لمزيد من التصعيد أيضا المشكلة السورية أيضا يتم فيها الضغط على الإيرانيين يعني مخارج العلول كثيرة الإيرانيين وهذا تصريح صدر من الإدارة الأمريكية على إيران أن تسحب قواتها أو ميليشياتها من سوريا بالتالي مهامش المناورة كبير لكن لو لا حتى الإيرانيين وحتى الإعلام الإيراني لم يتحدث وهذا هو مسلك سياسي بالتالي علينا نحن أن نتحدث وعلى المفاوض السياسي العربي أو الخليجي أن يتقدم إلى الأمام أكثر ويزيد الضغط في حالة صمتهم لأنهما الآن في سايلنت مود وفي الدفاع خلينا نستغل هذا الوقت ونبين جرائم إيران في المنطقة العربية أنا أشكرك من الكوية دكتور فهد شليمي العقيد ركن المتقاعد رئيس المنتدى الخليج الأنوى السلام شكرا دكتور فهد شكرا شكرا